تلتقتها المعارضة حاصبه مش موجودة رسالة هذية بش تلتقتها ما تلتقتهش ميكروسي عقبال كل شيء ما ثمانش رسالة هذي هذا ما يراده قوله ملت من الأزمة السياسية ملت من السياسة اللي ما تنتج تحسين لواقع الناس ملت من الممارسات السياسية اللي مختلفة على التصريحات ملت من الوعود اللي ما يتمشي الاحتفاظ بيها معقول انتخاب قيسس عيد رئيسا للجمهورية لا خلينا تتكلم باشكل أخرين ايه ميسيل ايسترسل في افكار كلهم يعطيوا سرسل ايه انا تقاطع برشا مرات شوف ايه انا نترح عليك سؤال ولا شاكسك مشاكسك 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 شوف ايه شوف انها ملت من هذا معقول اما ما يرادوا قوله انه الازمة السياسية اللي صارت واللي سميها ما جاء بعده يسميه سيعبيد تصحيح انتجت انه تنجم تكون بلاد بدون نخبة سياسية وبدون مؤسسات منتخبة وتمشي بإرادة شخص واحد هذي مش تحيح انه الناس يعبروا عن تفاعلهم مع الازمة السياسية اللي جابت ازمة اقتصادية واجتماعية بيرفضها للاحزاب هذا شعور عابر انطباعي ويصير في كل التجارب ولكن كل التجارب ورات انه ما ثمياش ديمقراطية بدون احزاب وانه وقت يكون ثمي انحرافات في الممارسة الحزبية الدور الدولة هو ان نتمول احزاب لانه الديمقراطية مكلفة وازمها تنفق من اجل انجاح الديمقراطية وانصلحوا احزابنا وازمها تكون ثم ممارسة ديمقراطية داخل احزاب مش تكون ديمقراطية داخل البلاد وديما نرجع للمثال كيكون ثم مشكلة في السبيطار ما نسكروش نرجع تولي كان يقول فيه سي خليفة انا قلقني شوية لانه تعدي تسعة وتسعين في المياه تحكي على ما قبل الخمسة واشرين جويلة وبعد جيب واحد في المياه وبما يشبه تبرير انا كلامك لقيت فيه تبرير شو معناها انا ندعو الى تحرك وننظمه ونخذه ترخيص معادل منظومة القائمة جي انتي تقول عنده الحق يجي هارضني شو معناها هارضني تقول لي لا على شرط انه ميمارسش العنف المادي واللفظي من عاشر مستحيلات واخد يكون من عاشر مستحيلات انه يجيوا ناس خصيصا الاخاتل ثم تعرفوا بين قوسين نمشي بالاتجاهين حتى كيف يكونوا انصار قيس عيد عاملين تحرك ونجيوا نحن بجابة الخلاص نمشي ولهم كيف كيف معديش حق نمشي نعمل نعبر الى رأي نرد عليه في برنامج تلفزي نرد عليه بمقال نرد عليه في تحرك موزق كنت تخيل معناه يمشي وجبه الخلاص الى المنيلة والمواطنين ما يعملوا حتى التحرك حتى ريكسيو انا لا ابرر اما معنا شون كنت تتظروا معناه عكس هذي المواطنين بش يمشيوا ويقعدوا بعاد على على الناس هذية نتوقع ولا نتوقعش انا واقتنابت للشارع مش للمنيلة ومش كنمشي قدام شارع كرتاج ولا قدام قصر كرتاج كنمشي لشارع بورقيبة في تظاهر مرخص فيها نتوقع كل شي لانه هذي منظومة ما هيش ديمقراطية ما هيش ديكتاتورية هي تتدحرج نحو الدكتاتورية في بكل المعاني هذك عليش انا حاضر كل شي نكمل ملاحظة اخيرا ملاحظة خلات كلمة سي عبيد اي راه من وزيوش ما بين اللي عام مش نعود كلام سي سي معز ما بين اللي داعي تحرك عابير انصار قيس عيد جابت الخلاص وما بين الناس اللي يجيوا يبدأوا يسيبوا فيهم ويزوا بشعرات ياحي حتى يقول ياحي قس عيد مش اللي يقول لك يلي بيه كلي عليك لانه يبدأوا في لفظي في وسطك الناس هذو هنجم يسيدي يكون مش من وطني اللي من اهلة ومش من الناس اللي يكره جابت الخلاص واحد جاي مجرم يحبي شعال النار وما يقولوش انباد الحل هو افرق الحظبة كلي عنده تحرك كلي جايش اوش عليه الحل هو انه نحمي وحرية التضار من هذا الانتجاه ومن ذلك